بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الأحبة الكرام ورحمة الله وبركاته حديثنا في هذه الدقائق بعنوان هجرة خليل الله إبراهيم وسياحته وأسفاره إبراهيم الخليل سلام الله عليه وهو أبو الأنبياء والداعية إلى التوحيد ورسول الحنيفية السمحاء ولها بحب الله عز وجل ملك عليه روحه وجوارحه وراح يحمل أمر الله تبارك وتعالى يقطع الفيافي والقفار ويجوب الآفاق هاديا صادعا بالدعوة الإلهية مهاجرا في ذلك بعيدا عن الوطن والآهل والدنيا أمينا على رسالة الحق ومبادئ الهدى والله تبارك وتعالى أشار لأسفار إبراهيم الخليل ولهجرته أشار في القرآن الكريم إلى هجرته في ثلاثة مواضع الموضع الأول قوله تعالى قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا أرف سورة مريم وأيضا في موضع آخر أشار لسياحته ولهجرته في سورة العنكبوت فقال ربنا عز وجل فآمل له نوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم وهبنا له إسحاق ويعقوب واجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وكذلك المرة الثالثة الله تبارك وتعالى أشار لهجرته ولسفره في سورة الأنبياء بقوله ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين أسفار كثيرا لإبراهيم وحركته في الأرض لنشر الدعوة الإلهية لكنه من أهم الأسفار وأهم هجرات الثلاث يذكرها التاريخ نشير لها في هذا المختصر الهجرة الأولى لإبراهيم الخليل هجرته إلى الشام يعني من بابل من العراق إلى الشام وخرج إبراهيم الخليل في هجرته الأولى هذا بعد أن نجاه الله من نار النورود خرج مع من آمن به وكان منهم ابن أخيه لوط الذي سيبعث فيما بعد نبيا إلى مدينة سدوم وما حولها وأيضا كان ممن خرج معه زوجته سارة هذه المرأة العظيمة الغنية وكانت في عطائها المالي كريمة أيضا وكانت تشبه في هذا العطاء للرسالة إلى خليجة بن تخويل سلام الله عليها حيث قيل إنها كانت تمتلك الكثير من الأغنام والأبقار وأنها أعطتها لزوجها إبراهيم أعطت كل ذلك لإبراهيم كما كانت أيضا من جانب آخر من أجمل نساء الأرض واتجه إبراهيم هو اتجه إلى جهة الشمال ومعه ساروا واستقروا في منطقة حاران وهي أطراف الحلول الجنوبية التركية حاليا حلول الجنوبية التركية في الوقت الحالي ونزلوا باتجاه بلاد الشام وتحديدا نزلوا في فلسطين افتراق لوط عن إبراهيم الآن في التوراة هناك كلام مع الأسف ينال من قدسية إبراهيم ولوط وذكر في التوراة المحرفة أن نزاعا شبه بين النبي إبراهيم والنبي لوط في هذه السفرة على المرعة وأن كل منهما كان يريد المرعة الأفضل لغنمه فانفصل لوط عن إبراهيم ووصل إبراهيم طريقا ووصل المشوار إلى فلسطين وبقي ينوط في سدوم طبعا هذا الكلام حينما تقرأه في التوراة المحرفة يعني لو حصل بين شخصين عاديين مترافقين لبعض الوقت كان قبيحا فكيف يمكن أن يصدق من نبيين كريمين انفصل عن بعضهما على إثر مغاضبة على بعض الحشائش أو معكلة الغنم هذا كلام غير صحيح أما انفصل لكن السبب الانفصال ما هو السبب الانفصال يذكره التاريخ والروايات الصحيحة وهو أنهما في طريقهما إلى فلسطين أمر النبي إبراهيم وهذا بأمر الله عز وجل تلقى لوط الأمر من إبراهيم من الله تبارك وتعالى أمره بأن يتجه إلى جهة الأردن أمر إبراهيم الخليل لوطا بأمر الله عز وجل أن يتجه إلى جهة الأردن في بلدة اسمها سدوم بالقرب من البحر الميت حاليا وتتبعها أيضا عدة بلدات باعتبار كانت أخلاق تلك القرية منحرفة أخلاق أهلها أخلاق منحرفة حتى القرآن عبر عن هذه القرية بأنها كانت تعمل الخبائث قرية في الخبائث وهذا يشير إلى انتشار ذلك الانحراف الأخلاقي على صعيد واسع أما بالنسبة إلى إبراهيم وإلى زوجته سارة ومن معهما فقد نزلوا باتجاه بلاد الشام وتحرين فلسطين لأنه بعد مدة وجيزة تعرضت هذه البلاد للقحط والجوع فارتحل إبراهيم ومن معه إلى بلاد مصر هذه الهجرة الأولى من بلاد بابل في العراق إلى الشام الهجرة الثانية من الشام إلى مصر وخرج إبراهيم عليه السلام من أرض الشامات إلى مصر ومعه زيته سارة وهنا حصلت قصة حينما علم ملك مصر آنذاك بقدوم إبراهيم ومعه زوجته وكانت حسناء جميلة بعث في طلبها ليتزوجها وكان هذا الملك يأخذ نساء الرجال غصبا حاول الملك أن يلبس سارة فلم يستطع اذ دعا عليه نبي الله إبراهيم فتحجرت يداه ثم طلب الملك من إبراهيم أن يدعو الله أن يعيدهما إلى ما كانت عليه ففعل إبراهيم وكرر فعلته مرة أخرى فلما تحجرت يداه طلب من إبراهيم أن يدعو له فدعا له فأطلقت يداه مرة أخرى ثم تركهما في نهاية الماء ووهب لسارة جارية جميلة وهي هاجر الآن عندنا في كتاب الكافي كتاب الكافي يذكر رواية جميلة يوضح هاتين السفرتين يذكرها إبراهيم الكرخي يقول سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن إبراهيم عليه السلام كان مولده بكوثة ربا وكان أبوه من أهلها وكانت أم إبراهيم وأم لوط أختين وهما ابنتان للاحج وكان لاحج نبيا منذرا ولم يكن رسولا وكان إبراهيم على الفطرة التي فطره الله عز وجل وفطر الخلق عليها حتى هداه الله تبارك وتعالى إلى دينه واجتباه ثم تزوج سارة ابنة لاحج إلا هي من تخالت يعني وكانت سارة صاحبة ماشية كثيرة وأرض واسعة وحال حسنة وهبت سارة كل ما تملك لإبراهيم الذي قام في إصلاح هذه الماشية والزرع ثم بعد ذلك إبراهيم كسر الأصنام وأمر النمرود أن يوثق وأن يجمع الحطب وتلهق النار فيه قذف إبراهيم عليه السلام في النار لتحرقه ثخمدت النار وأشرفوا فإذا إبراهيم سليم معافى مطلق من الوثاق فأخبر النمرود فأمرهم أن ينفو إبراهيم من بلاده وأن يمنعه من الخروج بالماشية والمال حاجهم إبراهيم عند ذلك يقول إن أخذتم ماشيتي ومالي فإن حقي عليكم أن تردوا علي ما ذهب من عمري في بلادكم ثم اختصموا رواية طويلة اختصموا إلى قاذ عند النمرود فقضى ذلك القاذ قضى على إبراهيم أن يسلم إليهم جميع ما أصاب في بلادهم وقضى على أصحاب النمرود أن يردوا على إبراهيم ما ذهب من عمره في بلادهم واخبر بذلك النمرود فقال خلوا سبيله وخلوا سبيل ماشيته وماله وأخرج إبراهيم بعد ذلك من بلاد بابل من العراق ومعه لوط ومعه زوجته سارة ومن آمن معه إلى بلاد الشام إلى أن لما بعد ذلك صارت المجاعة في بلاد الشام توجه إلى مصر وعمل تابوتا وجعل فيه سارة وشد عليها الإغلاق غيرة منه ومضى حتى خرج من سلطان نمرود وسار إلى سلطان القبض سار إلى سلطان القبض يعني هذا الرواية تقول هذا يعني ذهب إلى مصر قبل أن يصل إلى الشام يعني في طريقة إلى الشام مر على مصر لذلك طلع خرج من سلطان النمرود ودخل في سلطان القبض يقال له عرارة فمر بعاشر الله العاشر هو الجمرك يعني الذي يأخذ عشر المال قال العاشر لإبراهيم افتح هذا التابوت حتى نعشر ما فيه يعني نأخذ عشر ما فيه فقال إبراهيم قل ما شئت من ذهب وفض نعطيك عشره لا تفتحه أبا العاشر إلا فتحه وأجبر إبراهيم على ذلك فلما فتح التابوت بنت سارة وكانت موصوفة بالحسن والجمال الكلام للإمام الصالق في هذه الرواية فقال العاشر ما هذه المرأة منك قال إبراهيم هي حرمتي وابنة خالتي فقال العاشر فما دعاك إلى أن خبأتها في هذا التابوت فقال إبراهيم الغير عليها أن يراها أحد فقال للعاشر لست أدعك تبرح يعني هذا المكان حتى أعلم الملك فبعث رسولا للملك أعلمه بالقضية وأمر الملك أن يأتونه بالتابوت فأبا إبراهيم إلا أن يذهب مع التابوت قال إني لست أفارق التابوت حتى يفارق روحي جسدي وأخبروا الملك بذلك فأرسل الملك في أن أحمل التابوت ومن معه حملوا إبراهيم ومع التابوت ودخلوا على الملك أراد الملك أن يفتحه التابوت قال أيها الملك إبراهيم قال أيها الملك إن في حرمتي وابنة خالتي وأنا مفتدها وجميع ما أملك فغصب الملك إبراهيم على فتح التابوت فتح التابوت عنوة فلما رأى سارة لم يملك الملك إلا أن مد يده إليها فأعرض إبراهيم وجهه غيرة وقال اللهم احبس يده عن حرمتي وأبنة خالتي فلم تصل يده إليها ولم ترجع إليها تحجرت فقال له الملك إن إلهك هو الذي فعل بهذا فقال إبراهيم نعم إن إلهي غيور يكره الحرام وهو الذي حال بينك وبينما أردت من الحرام فقال له الملك فادع إلهك أن يرد علي يدي فإن أجابك أعرضت عن ذلك فقال إبراهيم إلهي رد إليه يده ليكف عن حرمتي فرد الله عز وجل يد الملك نحوه ثم عاد الملك بر ثانية ببصره فمد يده فأعرض إبراهيم غيرة وقال اللهم احبس يده عنها فيبست يده ولم تصل إليها فقال الملك الإبراهيم إن إلهك لغيور وإنك لغيور فادع إلهك يرد علي يدي فإنه إن فعل لم أعد فقال إبراهيم قال إبراهيم أسأله ذلك على أنك إن عدت لم تسألني أن أسأله ذلك فقال الملك نعم فقال إبراهيم اللهم إن كان صادقا فرد يده عليه فرجعت يده إليه فلما رأى ذلك الملك من العجب العجاب والإعجاز عظم إبراهيم في عينه فهاب إبراهيم وأكرمه واتقاه وقال له قد آمنتك وآمنت من معك وانطلق حيث شئت لكن لي إليك حاجة ما ليقول إبراهيم لي إليك حاجة قال إبراهيم ما هي قال له أحب أن تأذن لي أن أخدم زوجتك قبطية عندي جميلة عاقلة تكون خادمة لها فأذن له إبراهيم فدعا بهذه الجارية وكانت هاجر فوهبها لسارة وهي أم إسماعيل فسارة إبراهيم بجمع من معه وخرج الملك معه يمشي خلف إبراهيم أعظاما لإبراهيم وهيبة من إبراهيم فأوحى الله تبارك وتعالى إلى إبراهيم أنقف ولا تمشي قدام الجبار المتسلط وهو يمشي خلفك ولكن اجعله أمامك وامشي خلفه وعظمه وهبه فإنه متسلط ولا بد من إمرة في الأرض بر أو فاجر فوقف إبراهيم عليه السلام قال الملك امضي فإن إلهي أوحى إلي الساعة أن أعظمك وأهابك وأن أقدمك أمامي وأمشي خلفك إجلالا لك فقال الملك أوحى إليك ربك بهذا قال إبراهيم نعم فقال الملك أشهد أن إلهك لرفيق حليم كريم وأنك ترغبني في دينك ثم ودعه الملك فسار إبراهيم حتى نزل بأعلى الشامات هذه رواية تذكر لك هذه السفرة والتفاصيل التي جرت في بلاد مصر حينما مر عليها إبراهيم الخليل السفرة الثالثة والهجرة الثالثة هي هجرة إبراهيم إلى مكة المكرمة ذهب إبراهيم بعد ذلك إلى بلاد الشام في فلسطين بقي ينشر التوحيد يحارب الشرك والخرافة وامتد به العمر ووصل العمر إلى الثمانين وتجاوز الثمانين ولم يرزق بولد وكان في بيئة كانت تعظم الولد الولد بالنسبة لهم ضرورة حياة ليس كمالي وأيضا زوجته سارة تخطط السبعين من العمر وهي في سن لا يرجع معه الإنجاب أنها تنجب لكنه لما رأت سارة رغبة إبراهيم في الولد أهدت إليه هاجر فتزوجها إبراهيم وأنجب منها إسماعيل هذا بعد طول انتظار التاريخ يذكر عمر إبراهيم لما رزق بإسماعيل قالوا كان يبلغ من العمر ستة وثمانين سنة لكنه بعد أن ولد إسماعيل دبت الغيرة في نفس السيدة سارة فطلبت من إبراهيم أن يبعدها عنها وكان ذلك موافق للترتيبات الإلهية الأمر تبارك وتعالى الله أيضا أوحى إليه أن يخرج باتجاه مكة أخذ إبراهيم زوجته هاجر وابنه إسماعيل باتجاه بلاد مكة إلى أن تركهما في مكان لا طعام عندهم شوية ماء وطعام خلص ثم رجع إبراهيم والحزن يتفطر من قلبه عليهما وهو في فلسطين لكن إبراهيم أخذ بالأسباب وأطاع أمر الله تبارك وتعالى ودع الله عز وجل أن يتولاهما بأمره وأن يرزقهما من فضله وأن يرشد الناس إليهما كما قال تعالى في سورة إبراهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئلة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وأما موقف السيدة هاجر من ترك إبراهيم لها هي في الواقع لما علمت ذلك وعلمت ذلك كان بأمر الله عز وجل لأن سألته هذا بأمر وقال نعم سلمت أمرها إلى الله تبارك وتعالى وقالت رضيته بأمر الله وهذا يدل على حسن الظنب الله والتوكل عليه وأخذت هاجر تأكل وابنها مما ترك لها زوجها من طعام وشراب إلى أن نفذ ثم بعد ذلك الله تبارك وتعالى فجر الماء زمزم لأنه لما نفذ الطعام والشراب واشتد عليهم العطش أخذت تركض بين جبلين وما الصفا والمروة بحثا عن الماء خوفا على رضيعها وفعلت ذلك سبع مرات حتى بلغ منها التعب مبلغا عظيما نظرت لرضيعها فوجرت أن الماء ينسى بين قدمه ويتفجر فاستبشرت وشربت وشرب ابنها حتى شربت وسقت ابنها حتى ارتوي وكان ذلك استجابة لدعاء إبراهيم لهما وجزاء لهما على حسن صبرهما جزاء لهاجر على صبرها وتوكلها على الله تبارك وتعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهبين اشتركوا في القناة